المقياس الرابع من مقياس الشتت معامل الاختلاف معامل الاختلاف هو معامل نسبي يستخدم للمقارنة بين تشتت بيانات ظاهرتين أو أكثر مختلفتين في وحدات القياس أو متفقتين أو مختلفتين في القيمة المتوسطة لهما وبالتالي فإن الظاهرة التي معامل اختلافها أصغر تكون أقل تشتتا والظاهرة التي معامل اختلافها أكبر تكون أكثر تشتتا ويمكن حساب معامل الاختلاف بالمعادلة الآتية معامل الاختلاف يساوي الانحراف المعياري على الوسط الحسابي في 100 حيث CV يساوي S على إكسبار في 100 والأمثلة التالية توضح كيفية حساب معامل الاختلاف قارن بين تشتت درجات كل من الطلاب والطالبات من واقع البيانات التالية النوع طلاب طالبات المقييس الوسط الحسابي الانحراف المعياري للمقارنة بين تشتت درجات الطلاب والطالبات يتم حساب معامل الاختلاف لدرجات الطلاب والمقارنة بينهم كما يلي أولاً حساب معامل الاختلاف لدرجات الطلاب CV يساوي S على إكسبار في 100 أي أن الانحراف المعياري 7 على الوسط الحسابي 70 في 100 يساوي 10% وبالتالي فإن معامل الاختلاف لدرجات الطلاب CV يساوي 10% ثانياً حساب معامل الاختلاف لدرجات الطلابات CV يساوي S على إكسبار في 100 أي أن الانحراف المعياري 6 على الوسط الحسابي 80 في 100 يساوي 7.5% أي أن معامل الاختلاف لدرجات الطلابات CV يساوي 7.5% من الملاحظ أن معامل الاختلاف لدرجات الطلابات أكبر من معامل الاختلاف لدرجات الطالبات وبالتالي فإن درجات الطلاب أكثر تشتتة من درجات الطالبات البيانات التالية توضح بعض المقاييس المحسوبة عن الأجر الشهري لعمال شركة سعودية وأخرى أمريكية في إحدى القطاعات والمطلوب المقارنة بين تشتت الأجور الشركة السعودية الشركة الأمريكية المقاييس الوسط الحسابي الانحراف المعياري للمقارنة بين تشتت الأجور في الشركة السعودية والشركة الأمريكية يتم حساب معامل الاختلاف للأجور في الشركة السعودية ومعامل الاختلاف للأجور في الشركة الأمريكية والمقارنة بينهما كما يلي أولاً معامل الاختلاف للشركة السعودية CV يساوي S على X بار في 100 لأن الحراف المياري 45 على الوسط الحسابي 300 في 100 يساوي 15% وبالتالي فإن معامل الاختلاف للشركة السعودية CV يساوي 15% ثانياً حساب معامل الاختلاف للشركة الأمريكية CV يساوي S على X بار في 100 أي أن الحراف المياري 80 على الوسط الحسابي 400 في 100 يساوي 20% أي أن معامل الاختلاف للشركة الأمريكية CV يساوي 20% من الملاحظ أن معامل الاختلاف لوجور العمال في الشركة السعودية أقل من معامل الاختلاف لوجور العمال في الشركة الأمريكية وبالتالي فإن أجور العمال في الشركة السعودية أقل تشتتاً من أجور العمال في الشركة الأمريكية ملاحظات على مقاييس التشتت يلاحظ على مقاييس التشتت المطلق مثل المدى والانحراف المعياري والانحراف الربيعي تظهر كلها وحدات قياس المتغيرات الأصلية المطلوب قياس تشتتها مقاييس التشتت النسبي هو معامل الاختلاف تتخلص من أثر وحدات القياس وذلك بقسمة أحد مقاييس التشتت المطلق على أحد مقاييس النزعة المركزية ترجمة نانسي قنقر